دون الاعتماد عليها من أجل إيجاد حلول ناجعة تساهم في بعث الاقتصاد الوطني هل تغيرت النظرة اليوم؟ الحقيقة أنه القول أن النظرة تغيرت ربما سابق لأوانو لكن هناك مجالات حددت في هذه المجال البحث العلمي وهي هذه المجالات الحيوية يعني مجال الأمن الغذائي مجال صحة المواطنين التأمين في مجال الطاقة لكن للأسف الشديد مزال الجسور التي تبنى بين المؤسسات سواء المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية أو تأمين الغذاء أو مجال الصحة والمستشفيات مجال الأمن الطاقوي والطاقات المتجددة مسالة هذه المؤسسات ليست هناك جسور متينة يمكن التعويل عليها في تمويل البحوث مباشرة بمعنى أن الجامعات في كل العالم تتلقى مشكلات تتلقى عند الشركات هناك مكاتب وهناك مصالح للتطوير والتفكير في تطوير منشآتها وهي تعرض هذه الأمور على الباحثين في الجامعات الحاصل في الجزائر أن الأمور الموجودة لحد الساعة ونتمنى أن نقفز إلى ما هو أحسن ما هو موجود لحد الآن هو أن وزارة التعليم العالي حددت هذه المجالات في البحث أمام الباحثين ثم تخضع لتحكيم أيضا إداري صحيح أنه من قبل أساتذة باحثين لكن ما زال يأخذ طابع الإداري المرجو والمطلوب هو أن تكون هذه البحوث نتيجة طلبات من المؤسسات بمعنى أن مؤسسة اقتصادية تطلب في مجال التطوير والبحث تطلب من الجامعة ومن الباحثين في الجامعة بعض الأمور التي تحتاجها في الحال أو في المستقبل وهذا مما يثمن أيضا عمل الباحثين حتى الآن ما يمنح للباحثين يعني مقارنة بما يقع في العالم أن الأمور غير مجزية وغير كافية حتى يكون الباحث في أريحية بمعنى أن البحث يثمن من ناحية العملية ومن ناحية المادية ويكون لما تدفعه الدولة من استثمار في مجال الموارد البشرية نحن لا نعلم من أجل التعليم لا نعلم من أجل أن يأخذ الناس شهادات وخلاص يعني هذا التعليم لا بد أن تكون له مخرجات في الواقع هذه المخرجات في الواقع تنعكس على الاقتصاد الوطني خذ المستشفيات مثلا نحن تحدثنا في أوقات كورونا والأوقات العصيبة أن مستشفياتنا لا بد لها من نظرة إصلاحية عميقة وهذه النظرة الإصلاحية العميقة لا بد أن يرافقها الجانب البحثي خذ مثلا أننا ما زلنا نتكلم سواء في ناحية الإعلام أو بعض المسؤولين وحتى بعض السياسيين أن المجتمع الجزائري مجتمع شاب حقيقة كان مجتمع شاب قبل 20 سنة قبل 30 سنة كانت الهرم السكاني في الجزائر مجتمع شاب لكن الآن نحن ندخل بخطة سريعة نحو مجتمع مختلط إلى مجتمع شيخوخة ماذا فعلنا في مجال الصحة في هذا الجانب؟ هل لدينا مستشفيات تهتم بطب الشيخوخة أو مصالح لجرياتري كما هي موجودة في العالم؟ ماذا عن البحوث البينية مثلا في مرض خطير جدا كمرض الزهايمر؟ ماذا عن بحوث في مجال السرطان والاستشفى؟ لكن في هذه النقطة بدأت دكتور هل البحوث العلمية الجزائرية ترقى إلى أن تجد حلولا ناجعة للأزمات والمشاكل التي تعاني منها الجزائر؟ خاصة أريد فتح قوسين أن البحث العلمي كانت تضخفه ميزانية كبيرة حتى مؤخرا تم تقليص هذه الميزانية نظرا لعدم نجاعة هذه البحوث أشكرك بلال والله سؤال مهم جدا 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 ولا بد أن نثق في أنفسنا بدليل أن المصالح الاستشفائية الفرنسية خطفت من بيننا 1200 طبيب صحيح يعني لما نقول أن 1200 طبيب جزائري وجدوا في المستشفيات الفرنسية مكانا لهم بمعنى أن ما يقال الآن عن منظومة التعليم في الجزائر وأنها معلومة متردية وأن هذا كلام عام وكلام غير صحيح يعني بالمطلق صحيح أن ما يخصنا وما ينقصنا الآن وما يجب أن ننتبه إليه هو إيجاد بيئة للبحث وهذه البيئة هو ما قدمنا به الحديث بمعنى أن جهات معينة وزارة الصحة والمعهد الوطني للصحة العمومية الذي يكاد يكون نغايب عن الساحة وبعض المؤسسات الموجودة هي التي تطلب الأبحاث هي التي تستشرف خريطة الأمراض في الجزائر هي التي تستشرف العوائق الموجودة في المستشفيات معد ذلك يعني أن الجزائري الآن وكثير من الجزائريين يعني يصنعون فرحة وسعادة كثير من المجتمعات في الخارج نحن نفقد طاقاتنا تتسرب من بين أيدينا فالباحث لا يأكل يعني هكذا يعني لابد له من بيئة حاضنة تتمل نعم تثمن البحث من الناحية العلمية وتثمن من الناحية المادية تحني الأبحاث يعني لما تمول بفتات يعني لا يمكن أن تمول هذه الأبحاث بطريقة جدية فتمويل الأبحاث والاهتمام بالباحثين هو الذي يجعل حلول لمشكلاتنا والجهات التي تمول بعيدا عن التمويل الإداري الذي تقوم به وزارة تعليم العالي والبحث العلمي مشكور هناك ميزانية مرصودة في وزارة تعليم العالي والبحث العلمي للبحث العلمي لكن لا بد من إشراك القطاع الاقتصادي والقطاع الخدمي والقطاع الاجتماعي في مخرجات أبحاث الجامعة لدينا الكثير من الورشات التي يمكن للباحثين الجزائريين أن يستفيدوا من خبرات لابد أن نثق في أنفسنا وأن نثق في ما هو موجود لكن في هذا الشق من السؤال الثاني لماذا لا يلجأ الخواص وحتى ذوي المشاكل الاقتصادية سواء كانت أو اجتماعية أو حتى صحية إلى البحوث العلمية هذا هو الفيصل اليوم عدم اللجوء إلى البحوث العلمية من أجل حل الإشكالات الواقعة في الجزائر جميل أيضاً يعني الحقيقة أنه لا علم لهم يعني إنسان يشتغل مثلاً نأخذ شركة معينة تشتغل في مجال معين لا علم لها بما يقع في الجامعة يا أخي لا علم لها برسائل الدكتوراه ولا بمذكرات الماستر وحتى طلبتنا وهم يريدون إجراء أمور ميدانية يعني تدريبات ميدانية من الصعب جداً أن الشركات أو المؤسسات تفتح أبوابها بدون وجود عقود يعني لابد من الآن لابد أن ندخل للنظام التعاقدي بين النظام بين القطاع الاقتصادي وقطاع التعليم العالي لابد من التعاقد هذا التعاقد يشرف عليه أساتذة يشرف عليه بطاقات المتجددة صحيح كثير من شبابنا الآن يصنحون أمور جميلة جداً ولكنها تجارب حبيسة لقول بولي تيكنيك مثلاً في الحراش أو المدرسة الفلاحة في الحراش من المدارس التي تصنع سعادة كثير من الجهات في الغرب أنا أعرف ما أقول أن كثير من الدول تستقطب هؤلاء يعني كل سنة خرجي المدرسة المتعددة التطبيقات في الحراش تقريباً أن شهاداتها معترف بها في كل الأماكن في أوروبا كثير من الأبحاث الأخرى في مجال الطاقات والطاقات المتجددة وغيرها فالمشكلة الآن الموجودة هو كيف أن نعرف أو أنه لابد من ماركتينك لابد من تسويق أن تسويق الجامعة أبحاثها والوزير الحالي للتعليم العالي مشكور يعني تحدث عن هذا الأمر أنه لابد أن نخرج للشابكة للنت أن نخرج للتعريف بأنفسنا أن لا تبقى حبيسة الأدراج كما تفضلت في سؤالك هذا هو شيء المطلوب الآن لابد أن تخرج بمعنى الضرر ولكن بمعنى الإبراز أن نبرز أنفسنا أن نخرج لمن يحتاج خدماتنا ثم أن الجامعة لا تبقى تسير بعقلية إدارية منغلقة على نفسها الجامعة في بريطانيا يعني الشيء العجيب حتى من ناحية البناء أنك تمشي في الطريق تجد عمرات مفتوحة وحتى الناس العاديين لما يحبوا يدخلوا يسمعوا درس أو محاضرة أو كذا يدخلوا يتفضلوا فالجامعة مفتوحة أما هذه الجامعات المغلقة في ظروف معينة نحن انتقلنا من نظام اشتراكي إداري مغلق إلى نظام اقتصاد السوق اقتصاد السوق يعني أن تسوق كل منتجتك هذا هو الشيء المطلوب من الجامعات طيب نحو تفعيل الاقتصاد المعرفي ما يجب القيام به الآن سنعود لك دكتور محمد قماري بعد فاصل الإشهاري تابعينا الكرام ابقوا معنا ألا بكم يا جديد تابعينا الكرام دائما في هذا الملف ليا النقاش وأولويات البحث العلمي ومخرجات أيضا البحوث العلمية على أرض الواقع مع ضيفي الكريم الدكتور محمد قماري أكاديمي وباحث في علم النفس المعرفي أتوجه بسؤال تفعيل الاقتصاد المعرفي في الجزائر ونحن خطينا خطوة جميلة بعد جائحة كوفيد أو أثناء جائحة كوفيد وما بعد جائحة كوفيد لكن تفعيل الاقتصاد المعرفي في الجزائر بحق وحقيقة يعني ماذا يلزمه؟ اقتصاد المعرفي يعني أن ينخرط المعرفة في عالم الاقتصاد لحد الآن كما كنا ما زالت الآلة البيروقراطية هي الظاهرة هي أول الشاشة إذا صح التعبير يعني ما هو مطلوب أن ندخل إلى منطق أن المعرفة اقتصاد وأن الاقتصاد معرفة أن ندخل أن الأمة تنفق من أموالها والدولة تضخ أموال كل سنة تخرج مع ميزانية الدولة في كل سنة الموازنة أن قطاع التعليم العالي يرصد له كذا هذا الكذا لا بد أن يجد صدى في الواقع وإلا فالأمور يعني تكاد تكون عبثية يعني لا بد أن تجد صدى في الواقع الاقتصادي أن بلد كاليابان مثلا ليس لديه طاقات تحت الأرض ليس لديه بيترول ولا غاز ولا فوسفات ولا يعني هذه لكن هناك اللاجيني يعني العبقرية اليابانية الموارد البشرية التي لا تنضب ما دامت النساء تلد فالعبقرية عبقرية البشر لا تعوض لكن هذه العبقرية لا تترك هكذا لا بد لها من محددات لا بد لها من مناخ بحثي لا بد لها من تسويق لهذا المنتج المعرفي الموجود فما لم نسويق تسويق الجامعة وتعرض أمورها على القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتستقطب هذا القطاع ليدخل للجامعة ويبحث مع الجامعة لدينا حتى في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس وغيره لدينا مشكلات كثيرة لا بد أن تجد حلول مثلا نحن نتحدث الآن على أزمة عالمية موجودة هي أزمة نزوع بعض الشباب بحكم الأنات وحكم شبكات تواصل الاجتماعي إلى المخدرات والمخدرات الدوائية تحديدا ماذا عملنا في هذا الملف؟ هناك العديد من الورشات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا مكان لحل حالتها ووجود أجوبة مقنعة للمجتمع إلا من خلال البحث العلمي وعقول الجامعة تحدثنا وتحدث أيضا رئيس الجمهورية سابقا حول هجرة الأدمغة والعمل من أجل الحد من هجرة الأدمغة خارج الجزائر بطبيعة الحال لكن السؤال المطروح هل لأدمغة الجزائر المناخ الأمثل من أجل الاستثمار؟ لو نأخذ فقط مثال الولايات المتحدة الأمريكية أو دول متقدمة بصفة عامة مؤسسات الاقتصادية كل سنة تستثمر في الأوائل يعني في الجامعات الجزائر تكتن عادم هذه الظاهرة ما نشهد في المستقبل أنه تخرج من الجامعة من بعد يبحث عن العمل إن لم يتوفر العمل يعرض عليه عمل خارج الجزائر فيهجر الخارج الجزائر ثم نتحدث على هجرة الأدمغة في كل الشركات في العهلم أيضا هناك مصالح كما قلنا للتطوير والتنشئة يعني بمعنى أنه في كل الشركات هذه المصلحة هي التي تفكر ثم أنه أنا مرة كنت في البرتغال وشفت شركة تعمل في الرافعات مجال الرافعات مدير الشركة يقول لي أنه بدينا برافعة صغيرة جدا بحيث حوالي عشرين متر فقط الآن مئة الأمطار هذه الرافعات فلما رأيت مصلحة التطوير والإنشاء منفتح على الجامعة يعني أنه الناس المهندسين الذين يفكرون بعض سنتين أو ثلاثة كيف نزيد من قدرة هذه الرافعة يعرضون هذه الأمور على الجامعة ثم أن الباحثين في الجامعة يقدمون اقتراحاتهم من ناحية العملية من ناحية الأمان من ناحية التكلفة وطلب السوق يعني هل هناك أسواق تطلب هذا المنتج فكل هذا يعني كلية الاقتصاد تشتغل كلية الهندسة تشتغل كلية الأمان والسلامة وما إليها تشتغل فكل هؤلاء يشتغلون البحث العلمي هو الذي يعطي غد وتطوير لما ينتج هذا هو مفهوم اقتصاد المعرفة بمعنى أن المعرفة تتحول لا إلى مذكرات في مكتبات الجامعات لكن إلى حقائق في السوق تدر الأموال والأرباح وتستجلب العمالة الناس تشتغل يعني من تكلموش على البطالة الآن خرجي الجامعات أول شيء يفكر فيه هو قطاع الوظيف العمومي وهو قطاع الوظيف العمومي خلاص لا يستوعب كل الناس فالشيء المطلوب هو تفعيل هذا الجانب الاقتصادي هو تفعيل هذه الشركات مهما تكون صغيرة حتى ولو في مرحلة أولى أن تكون الميزانية العمومية هي التي تدفع مثلا شيء من هذا الأمر لكن لا بد من إشراك الجامعة في حالة كثير من المشكلات سواء التقنية أو الاجتماعية أو الصحية نحن نتحدث عن الأمان في مجال التغذية هذا ملف كبير جدا ملف أن يكون المجتمع في أمان وهو يستهلك سواء ما ينتج محليا أو ما يستورد من الخارج شكرا جزيلا لك دكتور محمد جماري أكاديمي وباحث في علم النفس المعرفية فتنا كثيرا في هذا الملف شكرا جزيلا لك